نقاط كثيرة تضمنها ميثاق العمل الوطني والتي فتحت الباب للتطوير السياسي وعودة الحياة النيابية ومشاركة المرأة وصون الحريات ودعم نشاط المجتمع المدني التفاصيل في التقرير التالي لا يمكن أبدا البحث وسبر أغوار ميثاق العمل الوطني دون التطرق إلى المكتسبات التي تحققت من خلال التقاء الرغبة الملكية السامية بطموحات الشعب في التطوير السياسي على وجه الخصوص وإن من أبرز نقاط التطوير التي شملها ميثاق العمل الوطني حسم الخلاف القديم حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية جلالة الملك المفدى أعطى إرهاصة قوية بأن المرأة لا تقل أهمية عن الرجل في هذا الأمر وذلك عندما أصدر أمره السامي بتشكيل اللجنة العليا لإعداد الميثاق والتي ضمت ستة نساء من بين أربعة وأربعين عضوا ساهمن جنبا إلى جنب بشكل فاعل وكتفا بكتف مع أعضاء اللجنة في إعداد مشروع الميثاق وعندما خرج الميثاق من اللجنة وطرح للاستفتاء العام نص الميثاق على أن المواطنين رجالا ونساء يتمتعون جميعا بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون وهذا ما حدث بالفعل حيث تمت دعوة جميع البحرينيين الرجال منهم والنساء البالغين من العمر 21 عاما للمشاركة في الاستفتاء وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمال المشاركين ما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة ميثاق العمل الوطني كفل الحريات سيرا على مبدأ حرية الضمير مكفولة ولكونها أساسا لحقوق الإنسان المصونة بالنص كفل الميثاق الحريات الشخصية والمساواة وحرية العقيدة والتعبير والنشر وأيضا حرية نشاط المجتمع المدني وفي هذا الشأن بالذات ساهم الميثاق في إفساح المجال إلى 588 جمعية في مختلف المجالات ولو أردنا أن ندخل في تفاصيل أكثر سنجد أن البحرين بها ستة جمعيات حقوقية يؤطرها القانون مع تسع معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان إلى جانب 21 جمعية سياسية تعمل بكل حرية في إطار القانون والنسيج المجتمعي هذا ناهيك عن 55 جمعية ومركزا شبابيا لإتاحة الفرصة أمام الشباب لخدمة المجتمع بصورة مؤسسية التطوير الأبرز أيضا الذي سنه الميثاق هو عودة الحياة النيابية فقد عرفت البحرين الديمقراطية بمفهومها الحديث عندما استجابت لتطورات المرحلة من خلال تجسيد تلك الديمقراطية في دستور ومجلس وطني منتخب وبعد 27 سنة من توقف الحياة البرلمانية جاءت ذروة التطورات الديمقراطية التي شهدها المجتمع البحريني واستنادا على نص الميثاق الذي تحول إلى نص دستوري أعلن عاهل البلاد المفدة موعد إجراء انتخابات برلمانية حرة ومباشرة في الرابع والعشرين من أكتوبر من العام 2002 لاختيار أعضاء مجلس تشريعي هذه بعض الملامح السريعة لأبرز المكتسبات التي نالتها البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني الذي اتسم بالديناميكية فهو لم يحتكر العمل والفكر بل كانت خاتمته منفتحة لاستشراف المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر